من الفداحة أن يعرض المرء حياته للخطر باتباع رقبات كانت بدايتها ربما فضولا معرفيا أو رفقاء سوء أو انعدام رقابة ومسؤولية أسرية تلك هي حبال ومقدمات الوقوع في فخ التبغي والتدخين وبداية السير في تعرجات ومنحنيات خاطئة ومدمرة تصادر ربيع العمري والحياة معا وفي هذا الصدد فإن التبغ وما يتفرع عنه يحتوي على موادسة ما تؤدي إلى الإدمان ويتطور الإدمان مع الأيام إلى جالب للأمراض الخطيرة والمستعصية لو نظرنا إلى الأضرار الموجودة معنا التبغ فيها أمراض صحية وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية فلو نظرنا إلى الأضرار الصحية كثير من حالات التهابة للصدر الرئتين والتهاب الشعب وتنتهي إلى سرطانات كلها عن التبغ أيضا لو جينا من الأمراض الأوعية الدموية تصلبات في الشرايين ارتفاع الضغط أيضا السكتات السكتات الدماغية الذبحة السطرية ترتفع فيها الأعداد في أبساط المدخنين أكثر من غير المدخنين أيضا لو جينا ننظر أيضا من الناحية النفسية يريد أثر على حالات النفسية للشخص المدخن تحصله مصاب بالأحباط والاكتئاب والقلق والاضطراب في النوم أيضا إلى جانب كثير من الأضرار مثلا لو جينا كيف أثر على الأمهات الأمهات كثير من هنا يعاني من قلة خصوبة بسبب تناوله أيضا زيادة في عدد حالات الموت الفجأة لدى المواليد وجدا أكثر نسبة من حالات الموت الفجأة لدى المواليد هي لدى الأمهات المدخنات وليس المدخن بس نفسه اللي بيتأثر بل بيأثر على المجتمع ما سميحنا التدخين القهري وهو يسمى التدخين السلبي وليس عندنا التدخين السلبي وإيجابي بل نقول عنها التدخين القهري لأنه يتأثر الطفل وتأثر المجتمع يتأثر من حولك من الأشخاص المخالطين لك بهذا المادة السامة فالتدخين يحتوي مثل أضرار أيضا اجتماعية يتبعد منك تعتبر مؤذي للمجتمع مؤذي لأخوانك مؤذي في القاعد مؤذي في صالة الاجتماعات مؤذي في فنادق مؤذي في سيارة التواصل كل الأماكن العامة أصبحت يتأذن منك ومن هنا تعظم مسؤولية الجميع أفرادا وحكومات في مكافحة التبخ والحد من انتشاره حيث يتطلب واجب الدولة من الاستيراد ومكافحة التعريب ونشر الوعي فيما تتكفل الأسرة بمراقبة أبنائها ومتابعتهم دوما وبالرغم من التحذير المطبوع على علب السجائر بأن التدخين يؤدي إلى أمراض القلب وتسلو الشاريين إلا أن التحذير قد لا يبدو دقيقا إذ أنه في حقيقة الأمر يتسبب بالسرطان ويصيب الجهاز التنفسي والشعب الهوائي والدماغ والكبد وكل أجزاء جسم الإنسان مجتمعة نحن نسعى إلى أي شيء نحن نكافح الوباء في تطبيق القانون وبنشر الوعي أولا قبل تطبيق القانون نشر الوعي لدى المجتمع ولدى الشباب الذي يستهدف الشباب والأطفال هم المستهدفون الآن في التدخين والأمهات كذلك الآن البنات ظهرت فيه نسبة استخدام عالية فنحن نسعى إلى نشر الوعي وأحنا في البرنامج التدخين أقمنا عاليات مناسبة اليوم العالمي بداية كخطوة في خطوة متواصلة هي خطوة متواصلة في أيش في أن نحن نستمر في برنامج التوعية لإيصال الرسالة إلى كل بيت ولا كل أم ولا كل أب ولا كل أبناء المجتمع للبعاد عن هذه الآفة الآفة التي اعتبر أنها يعني قلولها الأداء الصامت الذي يقتل عدد كبير من المواطنين وصل إلى ثمانية مليون إلى عشر مليون نسمة سنويا تعد يعني في حصائة الوفيات التي تعود إلى التبر أنا أقول للآباء والأمهات والمجتمع بشكل عام حرصوا على أطفالكم ومخالطيهم من المخالطين أرفقها السوء هؤلهم أحد الخطوات التي تسعى إلى يعني أنها ابنك يأخذ الولعة منهم يأخذ الشمة منهم أيضا أن برامج برامج صناعة يعني دوائر صناعة تسعى إلى أنها أيش تكسب عدد من الزبان وتروج لها لو تشفتم في الأفلام بعضهم فاعل البطولة وهذا اسمه الشخص يدخن فالطفل يتأثر البرامج السيئة السلوكات السيئة في المجتمع يحصل أبو يدخن الطفل يحاول أيش يقلد أبو يقلد غيره فنحن نبعد عن السلوكات السيئة وأنصحهم أن يبعدوا عن هذه البعد عن هذه المجتمعات أو التوعية أو اللجوء إلى اللجوء إلى أنه يكون هناك في توعية يكون في توعية في المدارس توعية في المساجد توعية في هذا المجتمع فحيث ننتشر المجتمع ويدرك الطفل ويترك الشاب ما خطورة هذا التبغي يحتوي على أكثر من الأربعة ألف مادة سامة منها النيكوتين القطران النيكوتين هذا الذي يسبب الإدمان القطران هذه مادة لزجة سامة داكنة تترسف في الرئتين وتحت تنتهيب الوفاة لو نلاحظ كم حالات السرطان في الفم هذه من الشمة كم في الفم والحنجرة والحلق يعني حالات كثيرة من حالات أيضا تعزينا أكثر حالات الوفيات في السرطان وأكثر الأورام السرطانية تعزينا الأصحاب المتخنين أكثر من غيرهم وعليه فإن تجنب التدخين وكلما يدهل التور في صناعته يعد مسئولية فردية ومجتمعية ودون هذه المسئولية تسقط المجتمعات والدول في مستنقعة التعاطي والإدمان والهلاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر